فادت مصادر حقوقية سعودية بأن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات واسعة بحقق عدد من المغردين في وسم متضرري الوظائف التعليمية عساب معتقلين رأي المعني بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية قال إن السلطات اتهمت المعتقلين بتأليب الكوادر التعليمية ضد وزارة التعليم وستراتيجيتها وقراراتها وكان وسم بعنوان متضرري الوظائف التعليمية قد انتشر ضد القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية وحقق الوسم انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الناشطة الحقوق السعودي محمد العمري؟ أهلا بك أستاذ محمد في هذه الحلقة من حقوق الناس بداية عن حملة الاعتقالات هذه هل لديكم متابعة لعدد من تم اعتقالهم؟ فيما إذا كان فعلاً هؤلاء اعتقلوا بسبب هذا الوسم تحديداً؟ يعني عدد التغريدات وننزل الهاشتاغ وفيه هاشتاغ بالمناسبة أيضاً آخر وهو إقالة وزير التعليم مطلب فهم يذكرون طبعاً أنه فيه اعتقالات أو فقدوا بعض الزملاء طبعاً هو الفقد حصل أنه مجموعة من هؤلاء ذهبوا لمراجعة الوزير ذهبوا لوزارة التربية وذهبوا إلى مكتب للوزير ونشرت أحد الصور طبعاً أو مقطع فيديو وكان العدد كبير يفوق المية والدولة صنفت هذا الأمر صنفت المراجعة لوزير التعليم أنه هذا شيء من التظاهر أو من الإضراب الأمر الثاني اللي تسبب أيضاً طبعاً عندما ذهبوا رفض وزير التعليم يقابلهم ولكن في مدخل الوزارة طبعاً كان فيه كاميرات تصوير فاستطاعوا يعني يرصدوا للشخصيات وبالرجوع إلى قائمة موظفي التعليم استطاعوا يتعرفوا على الأشخاص الأمر الثاني أنه جزء من هؤلاء أيضاً أرسل برقية للدول الملكي بهذا الفحوة يعني يتضرر ومن هنا أصبح الأمن الدول الملكي طبعاً هل هذه وصفة أي إنسان يعترض على أي إجراء حقوقي في السعودية أو يعترض على الإجراءات الحكومية أنه إذا اعترض يأخذ صورته وبعدين يصبح معتقل هل هذا هو الإسلوب السليم لمعالجة الإخلالات القانونية والحقوقية في السعودية هذه مشكلة وظيفية يعني ليست أصلاً مشكلة سياسية ولكن هي في تصنيف الأنظمة المحلية الآن هذا عمل إرهابي وفق الجرائم الإلكترونية فهذه من الإشكالية أنه نفس الأنظمة فاسدة أصلاً والمنظومة القضائية والمنظومة الأمنية أيضاً فاسدة وهي تغرد أو تعمل خارج لطاق العالم والكرة الأرضية الموجودة فهذه من الإشكالات الكبيرة الشهد أنه قوائم من أرسلوا برقيات وحيلت للأمن الدولة وعادة من يرسل برقية للدول الملكي لا بد يضع الرقم الوطني فبالتالي تعرفوا على اسمهم وعلى أماكنهم والإشكالية الحقيقية في هذا الأمر أن عدام وجود تنظيم للمعلمين أو نقابة للمعلمين حتى لو كانت في الخارج أو كانت الإلكترونية الآن محمد هذه كارثة وإنسان يشتكي أصبح الآن محل اتهام وممكن أن يتعرض للملاحقة والاعتقال كيف يمكن أن يقوم نظام الشكاوى كله مثلاً في الحكومة السعودية في أي جهة من جهات الدولة؟ لا يوجد الآن سدت الأفق في عام تسعين عندما فعلت المعاضة للاحتجاج على التواجد الأمريكي وبعض الأسباب الأساتذة الجامعات وبعض النخب أرسلوا ما يسمى مذكرة النصيحة وكانت علنية فبناء عليه اجتهدت الدولة ومن خلال بعض العلماء وبعض الكتاب الصحف أن المفترض النصيحة تكون سرية ما تكون معلنة ويؤلب الناس ولكن بعد فترة أصبح من يرسل رسالة أو بيان سري كذلك يعتقل فالدولة الحقيقة لا تعترف بوجود أخطاء ولا تعترف بوجود الحاجة للإصلاح فلذلك هذه إشكالية من الإشكالات كيف يمكن لهؤلاء الآن محمد الذين لا يجدون سبيلاً حتى للتعبير عن الشكوى كيف لهم أن يعترضوا؟ الحقيقة الأمر أصبح صعب هو المفترض يا الناس تقاطع أو تبحث عن وظائف أخرى لأن الحقيقة الدولة تدفع الناس أصحاب المطالب أو أصحاب الحقوق تدفعهم دفعاً للخروج من السلمية إلى قضية السلاح أو الثورة أو الفوضى فهذا أيضاً الدولة تغامر بهذا الأمر وهي تراهن أن الشعب يفتقد التنظيم يفتقد الخبرة السياسية يفتقد الخبرة التنظيمية فلذلك هي للأسف تدفع الناس دفعاً وفي قطاعات بالمناسبة كثيرة ومنها المتقاعدين العسكريين يعني السلمون راتب لحد الأدنى أربعة آلاف وهذه أيضاً نسبة كبيرة أغلب المتقاعدين العسكريين هم الجنود والضباط الصف الأفراد فرواتبهم قليلة فهؤلاء ممكن في لحظة من لحظات أيضاً يبدأون بالتظاهر أو بالاحتجاج ولكن الأدوات مفقودة عند الشعب والمعلبين بصفة عامة كونهم مثقفين مطلعين على الأحداث العالمية استطاعوا أن يرتبوا أنفسهم وممكن تعادل الكرة لقير قطاعات الأخرى شكراً جزيلاً لك الناشط الحقوق السعودي محمد العمري